هنشرح اليوم إن شاء الله إسقاط الأحرف الاستهلالية إسقاط الأحرف الاستهلالية إسقاط الأحرف الاستهلالية يعني نفترض مثلاً إن إحنا عندنا جملة زي دي تتضمن مجموعة البسام عدة أنشطة تمام وتحتها معاهد البسام مدارس تمام حلو بتلاقي أول حرف أو أول كلمة في الجملة كبيرة بتلاقي أول حرف أو أول كلمة اللي هي تتضمن دي مثلاً كبيرة ووغدم ساحة كده من تحت بعملها إزاي طبعاً ممكن تلاقي دمة معملهم تعداد نقطي أو تعداد رقمي يعني أنا هعمل لك الشكل الأول وبعدين أقول لك نعمله إيه؟ بتلاقي بالشكل ده مثلاً كده أول كلمة كبيرة كده وبعدين تحتها وغده مسافة من سطرين من اللي تحتها والسطرين التانيين بدقين عادي خالص طب الكلام ده يتم إزاي؟ هنعايزي نعمل نفس الشكل ده كده كلام ده يتم إزاي؟ أول شيء بكتب عادي خالص الجملة الأولينية عادي خالص ما بعملش أي حاجة في الأول بكتبها عادي خالص واكتب اللي تحتها عادي برضو واعمل لها التعداد النقطي أو التعداد الرقمي بتاعي ما فيش مشكل حل؟ وبعدين أجي عايز أول كلمة بحدد على أول كلمة أهو إدراج قيمة إدراج إسقاط الأحرف الاستهلالية خلي بالك إن ممكن ما يكونش مكتوب كلمة إسقاط الأحرف الاستهلالية ممكن تلاقي الرمز ده كده بس أو الرمز إيه؟ حرف الإيه في الأول كده؟ واخد مسافة واخد مساحة من السطور تمام؟ اضغط عليها عندك ثلاث خيارات بلا بلا يعني ما فيش حاجة يعني عادية مسقطة مسقطة يعني تكبر أول كلمة وبتاخد مساحة من السطور يعني تلاقي الكلمة واخد وكلة مساحة كده هنا ما تلاقيش بدأ من هنا مثلا لا بتاخد مساحة من السطور أو في الهامش شوف الهامش بقى في الهامش بتبدأ من البداية خالص. يعني لو عملت كده بتبدأ من هنا. بتبدأ من اول الهامش. عشان ما تاخدش مساحة كبيرة من الكلام. يبقى عندي تلات خيارات. بلا ما فيش خالص. مسقطة تكبر بس بدأ مع بداية الكلام. في الهامش تكبر بس بدأ مع بداية الصفحة خالص في الاول خالص. في الهامش. من الهامش. تمام؟ طب انا عايزة دلوقتي مسقطة مثلا. نحن. تمام؟ طيب. اخدت مساحة من بعض السطور اللي تحتها. طب افرد ان هو جيبها لي او انا عايزة تاخد مساحة من سطرين بس. متاخدش من التالت. اعمل ايه؟ الكلمة دي كأنها كلمة في مربع وانت بتقدر تتحكم في المربع. يعني كأنها انت عامل مربع بس خافي الحدود بتاعته عامله بلا حدود. وكاتب جواه كلمة وتقدر تتحكم فيه. تحرك عادي خالصة. يعني لو دغطت هنا هلاي المربع الوهمي ده كده. اهو. حاجي اما الموس تبه بربع رؤوس كده. اقدر اطلحها الفوق شوائي. كده واخد المساحة. من سطرين بس غير السطر بتاعها. والسطرين التانين بادئين من الاورة. اقدر اكبرها اقدر اصغرها اقدر اغير نوع الخط. مفيش مشكلة خالص انت كأنك المعادية اهي. تقدر تكبرها وتقدر تصغرها. وتقدر تغير نوع الخط وتقدر تعمل كل حاجة. بس ما تصغرهاش قوي عشان ما تباوزلكش الدنيا. خاصة ان انت حركتها. ما تصغرهاش قوي عشان ما تباوزلكش الدنيا. شوف لو صغرتها قوي. راحت في مكان تاني خلاص لازم تزبطها انت بقيلك تاني. انما هي كده مسلا اهو. صغرتها شوي. اقدر اجيبها يمين شوي اي اقدر اهو. طب اقدر اخليها من الاول خالص اقدر. عادي كأنها في مربع وانت بتتحكم في تحت شوية فوق. لانت عايزه. قادر اغير نوع الخطة. قادر اغير شكل الخطة. فش مشكلة. فش مشكلة. اهو. خلاص. يبا دي بالنسبة لاسقاط الاحرف الاستهلالية. طب لو عايز الغيها. بلغيها. بضغط في الجملة اللي هي فيها. في الجملة ده. اهي. واضراج اسقاط الاحرف الاستهلالية. واقول له بلا. ترجع عادية زي ما كانت بالزبط. ترجع عادية زي ما كانت. اه. خلاص. يبا كده انا لغيت اسقاط الاحرف الاستهلالية. طب لو عايز حرف اكبر حرف مش كلمة. احدد على الحرف او محددش خالص. لو محددتش خالص وضغطت بس كده هنا في الكلمة. والطولة اسقاط الاحرف الاستهلالية هيكبر اول حرف. يبا لو محددتش. لو ضغطت بس في الجملة. اسقاط الاحرف الاستهلالية هيكبر لأول حرف. طب لو عايز كلمة يبا لازم احددك كلمة. اه. تمام. الحرف برضو بقدر اتحكم فيه بقدر عادي خلاص مش مشكلة برضو. اه. اصغره اكبره احركه. بس ما تحاولش تصغر وتكبر كتير يعني. تمام. بالشكل له. خلاص. اوكي. ده بالنسبة لاسقاط الاحرف الاستهلالية.